حد يقول لي ريال مدريد انشلوتي محظوظين او يا كابتن ايوة محظوظين بس الحظ بيجي لليه للي بيشتغل انشلوتي ابتدى المباراة بخطة في توازن وقال لك المصر طويل اعمل الاول اربعة اربعة اتنين والشوت التاني ازود ردريجو في الشوت التاني يزودني هجوميا وفعلا لما عمل كده ردريجو هو اللي سجل يبقى الحظ بيجي للي بيشتغل طيب يا كابتن الستي ده كان كسبان خلاص ثواني ده مظلومين ومش محظوظين لا يا حبيبي مش محظوظ علشان جوارديولا مغرور ما فيش حد يعمل كده ما بتلعبش ريال مدريد الفريق الاكبر خبرات في العالم الخبرات عندهم كنوز جوا الملعب واعمل بعد هدف محلز روح مغير طالت لعيبة ما لهمش لازم اتغيرهم عملت التغيير الاولاني وقر الباكي من المصاب تمام التغيير الاولاني التغيير التاني نزلت جندغان مكان دي بروين شكله مجهد اوكي خلاص جبت هدف بقى وعملت تغييرين قبل الهدف ما فيش لازمة بقى انك تروح منزل ثلاثة تانيين نزلت رحيم ونزلت في النردينيو ونزلت جيرلش ثلاث تغييرات بعد الهدف وفضل دقايق الثلاث تغييرات اللي انت نزلتهم انت قلبت المطش ودي فاللعيبة اللي في الملعب لما يشوفوا كده في ثلاث لعيبة هينزلوا مرة واحدة اقول لك خلاص المطش خلص بقى هو الملعب واللي نازل دوت لسه مش حامي جيرلش ورحيم وفرنادي الوفاء فتلاقي الفريق وقع وبنزيمة ورفاقه وريال مدريد الخبرات الكبيرة اللي في الملعب بيبقوا مستنين كورة واحدة يخلقوا منها جون لانه عندهم خبرات يبقى جورديولة مغرور عشان كده ما كانش محظوظ وانشلوت يشتغل وفكر عشان كده كان محظوظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع لش طولت في المقدمة يارب تكونوا بخير ادعم الفيديو بلايك وشرفنا باشتراك شدت اول بداية من الريال ريال مدريد تحت عنوان المطش طويل مش مستعجل انا عايز اجيب جون ابقى متعادل مع السيتي فالجون ده ممكن اجيبه اول ما تجي فرجلي بالنزيمة بسواني اجيب جون يبقى ما استعجلش عمل توازن لعب على السيتي انه يزهقوا في الكرة وخليه يلعب ويستحوزوا كل حاجة لكن عارف انا شلوتي الشرط الاولى لما يطلع صفر صفر الشرط التاني هيزود مهاجمين وده اللي حصل الشرط اول السيتي بدا كبرياء السيتي مدرب كبير جوارديولا لكن مغرور ولعيبة جوه الملعب احسن لعيبة في العالم عنده عنده كبرياء نفس الخطة الهجومية ان محرس بيفتح هنا فيديو بيفتح كده وتوسع لديبروين وسيلفا اه وشاطوا عاجون كتير ديبروين وسيلفا لكن كورتوة كان متقلق الريال كان بيعتمد على مهارة وص الملعب توم كروز وفنفيردي وكاسيميرو مودريتش عندهم خبرات كبار قوي تقال عندهم العمر بتاحهم كبير فعندهم خبرات كبيرة بتطلع كرة من رجليهم صح وبيعتمد على مهارة اتنين اللعيبة في الامام مهارة خاصة مهارة خاصة لبنزيم اللي يعتبر احسن لعب في العالم واحسن مجن في العالم حاليا وفينيسيوس القطار فتح سك حديد ناحية الشمال غير طبيعية هلك وقر الباكي مين لمنتخب الانجليزي والسيتي لكن فينيسيوس بصراحة لا يعني اطر اطر ببيهداش وبيغار اتجاهاته لا متعب جدا كان متعب عشان كده حتى السيتي اول مرة حسنت نجارديورا ان انت تقف ما تهاجمش مش عايزك تهاجم خليك واقف مع الرجل ده دي كانت واضحة جدا في فريق السيتي كنت حاسس والله الشوت التاني ان محرز هيظهر اكتر لان ريال مدريد هيبتدي في الشوت التاني يطلع لقدام فهتبقى فيه من ساحات عشان كده شفنا محرز في الشوت التاني انشلوتي زي ما قلتلكو عمل خطة رائعة بدأ المباراة ان اي اللي لعبته الماتش طويل هنجيب جون في السيتي بس ممكن الجون يتأخر شوية لازم نبقى فيه توازن في وسط الملعب لازم نتحكم في وسط الملعب وده اللي حصل بصراحة انشلوتي مدرب خبرة كبيرة جدا السيتي كان بيلعب على الضغط العصبي برضو الشوت الاول لما طلع سفر سفر قال لك الشوت التاني هيبقى ريال مدريد هيطلع من ورا هيبقى فيه من ساحات لكن بصراحة كانوا بيضيعوا كتير جدا منشستر سيتي وكان اللي فيقين بس هو فودين ورياض محرز في الحتة الهجومية وفودين في طول المباراة احسن واحد في السيتي محرز كان في الشوت التاني متقلق لكن انا بصراحة جيزوس ما كانش في مستواه خالص حتى رحيم لما نزل كان سيء جدا ومعرفش تغييرات الاخيرة بتاعت جوارديولا حسسني ان المطش هو مش حاسس بيلعب مين جوارديولا انت بتلعب في فريق خبرة وفي لعبة تقيل عندها خبرة كان عندي حق يا ما قوي قلت على محرز ان هو مظلوم مع جوارديولا من قول المسلم بيقعد مطشات كتيرة ما كانش بيلعبه وانت بقول المحرز هو اميز لعب واحسن لعب في السيتي وفعلا في المطشات التقيلة كل المطشات بما فيه ملمطش ده هو محرز هو اللي كان بيخلص النتيجة حد يقول ان الريال محظوظ انا معاك يعني حزع فريق حزع والم كده زي ما بنقول لكن في عمل اتعمل في شغل الاول اتعمل في خطة اتعملت في لعب بتوازن في كان بلعب باتنين فينسيوس وبنزيمة وبيكمل تحتين مودريتش الشوت الاولاني الشوت التاني تغير الكلام مودريتش بقى يرجع فص الملعب ونزل رودريجو وبقى يكمل سلاسي في الهجوم وشفنا الاهداف رودريجو هو اللي سجل الهدفين الاولانيين بتحرك صح تكملة مع بنزيمة عجبني جدا كرفخال البكليمين وعجبني بنسيوس وعجبني بنزيمة وعجبني رودريجو لما نزل العمل جاب الهدفين وكرطوة الحارس رائع في في الستي عجبني جدا فوديين في الهجوم كان رائع جدا ومحرس طبعا الهدف الاستيري اللي جابه وسيلفا برضو مش وحش لعب كورة بيعرف يحافظ على كورته كويس عجبني جدا بتوعي الاسعاف بتوعي الاسعاف هم نزلين يسعف ولعب ريال مدريد وفاضل خمزة على الوقت بتوعي الاسعاف دول مش قبل ما يكونوا بتوعي الاسعاف هم ازبان وريال مدريد وملعب ريال مدريد وهم نزلين هم كمان عايزين يكسبوا هم كمان عايزين يكسبوا عندهم احساس صدقوني اي دولة اي اي نادي لما يكون عايز يكسب لما الجمهور والادارة والتنظيم يبقى عايزين يكسبوا كلهم ربنا بيكرمهم لكن لما يبقى في جواسيس لما يبقى في جواسيس في المنتخبات لأي ناس مش حابة ان الجزائر يبقى جزائري ومش حابة ان الجزائر يكسب عشان كده بتوقف معهم النهاردة الاسعاف بتوعي الريال مدريد هم ما ناس شغالة في المستشفى بس لما يجي نزل اخر خمس دقائية اللي اربعة بتوعي الاسعاف في الجوم ينزلوا نزلوا كده ويتحكوا ليه يقولك لأ انا بدل ما اوصل لللاعب في عشر ثواني هوصله في دقيقة لعبة ريال مدريد تكون خدت نفسها لعبة الستي تبقى عصابها تتشاد باكتر وانضيع وقت لما يكون كله عايز الفريق يكسب الاضارة بالجمهور بالمستشفى بكله ربنا بيكلم اعمل لايك للفيديو شارك في القناة شكرا